اشتركوا في القناة والنبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الله عز وجل تطوفوا في الطرق تلتمسوا أهل الذكر كما وردوا في الحديث يلتمسون أهل الذكر وفي رواية أخرى يتتبعون مجالس الذكر الذين يذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأن أولئك الذاكرين سينزل الله عز وجل السكين في قلوبهم فقال ونزلت عليهم السكين وهناك فضل آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وذكرهم الله في من عنده نعمتان كبيرتان يمنحهم الله عز وجل للذاكرين الله كثيرا والذاكرات فالذكر عبادة ميسورة الذكر أيسر العبادات أمرنا الله عز وجل أن نذكره كثيرا في قوله يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الذكر يسمى مثلا في استماثين ذي العبادة خفيفا فسوسا في مذان المرة أمش فسوس للعبادة يقين الذكر خطر فينا ذي 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 الربين وذي عبدالربي الذكر أما صلوظو أما بلا اللوظو أما سيفدين أما سيغيمين أما يلحو أما يقيم أما أكن يفغي الله ذي مكل حالي ذي الله أذي ذكر ربي سبحانه عز وجل أما بلا الشروط أما بلا هيئة من الهيئات وذي شريضارا أكني لله وندم أذي ذكر ربي سبحانه ذي نمي متساث ذي العبادة فسوسا ذي العبادة خفيفا ربنا عز وجل جعل هذه العبادة ميسورة على الناس لأنها لا تتطلب لا هيئة معينة ولا شرطا معينة ولا وضوءا ولا شيئا آخر قال الله عز وجل في صورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات فهذه العبادة الشريفة وهذه العبادة اللطيفة والعبادة الميسورة يجازي الله عز وجل الذاكرين والذاكرات بنعم كثيرة منها نعمة أنه ينزل السكين في قلوبهم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذي خرجه الإمام المسلم ونزلت عليهم السكينة والسكينة نعمة كبرى لا يعطيها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان ولأهل الذكر كما قال في صورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما أنزلها ربنا عز وجل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى قلب صاحبه أبي بكر وإذ هما في الغار كما قال الله عز وجل في صورة التوبة إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود نمطروها السكينة نعمة من نعم الله عز وجل علينا السكينة رحل البال فقد يثن نعمة إذ سكينة ربي الممنين أكيد ذي ربي ذي القرآن هو يعني الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب الممنين ربي تزو تزرعي 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 للممنين أما كنت تزرعي تزرعي لنفي عليه الصلاة والسلام أكو صاحبي الجليل أبو أبو كارن الصديق ذي رحل سي مكة إلى المدينة ذي الهجرة من مكة إلى المدينة إذ هما في الغار أكين دلسا ذي الآية ولش الراحة ولش السعادة أم من ريسعون السكينة الراحة بوليس ذي لي أذيف السرئث ذرثيس وسيف الفن الدونيثيس الحياتيس فكذ النعم قدسك ربي سبحانه وقذي في ذحيرا وقذي نغفيل والنعمة الثانية وذكرهم الله في من عنده يا سعد اللي ذكر ربي سبحانه عز وجل في ملائه الأعلى أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منهم فكذ نعمة أعلى وقذي الفضل ربي سبحانه يتسكيف الذاكرين والذاكرات والملائكة ملائكة الرحمن كندين في عليه الصلاة والسلام تطوف في الطرق تسناذين تسقليف أن دفنت وقاذ إذ حدنا ربي سبحانه أذق من يذسن يعني الملائكة أذق من يذسن أكذ الذاكرين والذاكرات تسكي نعمة سي نعم الله عز وجل وغج على ربي سي قاذ أنغفلار وربنا دولا تكون من الغافلين إن شاء الله هدأني سي الذاكرين وكن دينا في عليه الصلاة والسلام ميسي نيموعد بن جبل إن يسي موعدين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النبي عليه الصلاة والسلام قال سينا معاذ بن جبل قال له يا معاذ والله إني لا أحبك لا تنسى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقبل الله منا ومينكم صالح الأعمال آمين آمين والحمد لله يا رب العالمين